أهلا بحضراتكم مرة تانية كان يوما بدايته عصيبة جدا لأنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم أعلنت الصحف المختلفة استشهاد الصحفية الزميلة شيرين أبو عقلة الصحفية الفلسطينية شهيدة الواجب وهي تغطي أحداث اقتحام جديد من الكيان الصهيوني الإسرائيلي لبعض المناطق الفلسطينية في جنين شيرين أبو عقلة استشهدت اليوم وهي قد أفنت عمرها بأكمله وهي تغطي الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فاستشهدت اليوم برصاص القناسة الإسرائيليين الذين كالعادة سينكرون هذه التهمة وكالعادة ستتجاهل وسائل الإعلام العالمية حقيقة ما دار ويدور وسيدور طوال الصمت الدائم تجاه الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خالص العزاء لكل الصحافة العالمية ولكل الفلسطينيين ولنا جميعا في استشهاد شهيدة الواجب بإذن الله شيرين أبو عقلة ربنا يا ربي يلحقنا بها جميعا في الجنة بعدها بساعات ومن جديد الإرهاب الغاشم في الأراضي المصرية وتحديدا في شمال سيناء من قوات المصرية المسلحة في أثناء عملياتها لمداهمة القوات التكفيرية أو الإرهابيين النهاردة من جديد استشهاد خمسة من رجال القوات المسلحة منهم أربعة من الجنود وضابط خالص العزاء لنا جميعا في استشهاد رجال القوات المسلحة اللي دايما بيخلونا فخورين بمصريتنا وفخورين بقواتنا المسلحة اللي لا بتبخل بأي مجهود بل وبنقطة دم في حماية أراضينا ولكن إحنا وراكم دايما وإحنا فخورين دايما إن عندنا أبطال ودايما عندنا إحنا كمان الرغبة في أن ننضم إليكم لحماية أرضنا وحتى القضاء على آخر عنصر إجرامي إرهابي تكفيري في أراضينا بإذن الله قريبا قريبا جدا خالص العزاء لنا ولكل مصري وللقوات المسلحة على مستوى الرياضة النهاردة في الدوري المصري الممتاز أقيمت سلاس مباريات كانت كلها مسيرة ولكن تبقى المباراة الأكثر إثارة كالعادة خلال السنوات الماضية وخلال الدور الأول وخلال الدور الثاني النهاردة هي ديربي الإسكندرية ديربي بيزداد إثارة ومتعة بشكل متواصل والحقيقة إن أنا من واقع اللي شفناه في الدور الأول وفي الدور الثاني أنا متأكد أنا متأكد إنه بالنسبة لإدارة الاتحاد السكندري وإدارة سموحة بالنسبة لهم الدوري كلكم وإن أنا أتغلب من منافسي السكندري كم تاني فما ينفعش وده اللي بيدينا إثارة على مستوى زعامة الإسكندرية طبعا الاتحاد السكندري تاريخ كبير وسموحة منذ صعوده للدوري الممتاز بيسطر تاريخا على مستوى المشاركات حتى الإفريقية والتقدم في مراكز على مستوى الدوري الممتاز فبالنسبة لهم بنبقى ضمنين الإثارة وإن كل فريق مش عايز يخسر بل وعايز يكسب فبتتفتح المباريات وبنشوف فيها زي ما شفنا الدور الأول 8 أهداف بنشوف فيها النهاردة 7 أهداف ولكن بشكل مختلف تماما الدور الأول انتهت المباراة 4